من هنا من الحدود السورية التركية حيث دخلت عبر منفذ باب الحمام مساعدات سعودية إغاثية محملة بمئة وأربعة أطنان من كافة أنواع هذه المساعدات التي ستدخل إلى داخل سوريا تحديدا إلى المناطق الأكثر ضررا وهنا نتحدث عن مناطق شمال غربي سوريا عبر هذه المساعدات التي دخلت نحن نتواجد الآن في الجانب السوري من هذا المنفذ حيث دخلت فعليا هذه الشاحنات التي سيتم توزيعها على أقرب منطقة تعرضت لأكثر ضرر من هذا الزلزال وجراء هذا الزلزال وهنا نشاهد إدارة جمرك باب الحمام والعلم السوري في هذه السيارة في هذا المكان المحاذي أو في بداية هذا المكان في الأراضي السورية في الحقيقة عبر المتعاهد السوري الذي سيبدأ بتوزيع هذه المساعدات مباشرة بعد أن دخلت الأحد عشر شاحنة محملة بكافة أنواع هذه المساعدات قال بأن هذه المساعدات ستوزع في مناطق شمال غربي سوريا وتحديدا على أكثر من مقارب 22 منطقة تعرضت لضرر كبير جدا جراء هذا الزلزال وهذه المساعدات ستختير هذا المنفذ لها لأن هذا المنفذ هو الأقرب لهذه المناطق المتضررة جراء هذا الزلزال كما قال بأن هذه المساعدات هي الأولى من نوعها الدولية التي تدخل إلى سوريا بعد أن ضربها الزلزال قبل ستة أيام عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث منفذ باب الحمام السوري